إحنا دلوقتي نسفنا الأقويل اللي كانت بتوحك أو اللي كانت بتتقال علشان نبقى مختلفين على بعض من أشغاله الشغله بقى اللي تعمل إزاي إحنا إذننا نحاول نعمل حاجة لتوسيقه؟ هل في جهود بتتعمل؟ هل في حاجة يعني مقاوية سيد درويش؟ أعتقد أنه كان لازم يحصل فيه نوع من أنواع توسيق لأعماله سواء الشعرية أو الألحان هو بص حضرتك هو سيد درويش حتى عام 1952 بعد يوليو كان ممنوع أساسا حد يجيب سيرته من الطلاب أو في المعاهد التعليم الموسيقى أو ندوات أو كتب أو جرائد حتى قيام يوليو جاء رئيس جمال عبد النصر في 1954 فبعت رسالة وخطاب لأسرة سيد درويش بيقول لهم فيها يعني بيشيد بدور الوطني مع الحركة الوطنية في صور 19 لكن عشان يقولوا الاشتراكية وعشان وجودوا في الحزب الاشتراكي ولا يتذكر عشان؟ عشان صور 19 الاحتلال الإنجليزي وقتها فبدأت من سنة 1954 تخيلي بقى حضرتك أنه سيد درويش مات 1923 لم يصدر عنه كتاب واحد هذا الرجل الذي عمل انقلاب في الموسيقى في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط كمان مات 1923 لم يصدر عنه كتاب واحد إلا سنة 1954 وبعد كده توالت الكتب فيه بقى جريمة تانية أنا الحقيقة رصدها في الكتاب برضو وهي أنه حتى عام 1961 ده بحكم محكمة أو بخطاب وجها رسميا من اتحاد الزعوة والتلفزيون إلى محكمة السئناف القاهرة سنة 1975 قال هذا الخطاب من اتحاد الزعوة والتلفزيون في ذلك الوقت أنه حتى بناء على خطاب جاي من جامعية المؤلفين وملحنين أن سيد درويش حتى عام 1961 لا يوجد شيء باسمه لموسيقى ولا شعر في جامعية المؤلفين وملحنين ده جريمة تانية خالص طب أين كان بقى كل الناس اللي كانوا في ذلك العصر من فنانين وموسيقيين وكتاب وشعراء حتى وصحفيين بما أن صحفي يعني وكتاب إزاي تطرق ذلك وده معناه إيه بقى سيد محمد معناه أنه أصبح مباحا ومستباحا أنت خد اللي أنت عايزه وشعر خده خلاص يونس القاضي الشعر يونس القاضي خد 11 مقطوعة غنائية لأنه كمان سيد درويش هو إيه انت كتب شعر سيد درويش عشان فنان شامل يعني هو أساسا لما رجع من رحلة الشام سنة 1914 فتعرف على فتاة أو امرأة فيسكندرية حبها كانت اسمها جليلة ملهمة الشعراء والفنانين كده ده وارد يعني فكتب فيها أول ما كتب يلي أوامك يعجبني ودي اللي كتبها الدكتور الحفني في الكتاب بتاعه وبعض المصادر الأخرى أنا قريت حوالي عشرين مصدر من أول 1954 عشان نطلع بالكتاب الصغير ده اللي هو في الآخر أنا كسفت كل المعلومات هنا يعني الداية اللي ولدته جبتها اسمها عشان برضو أصداد تاريخ طبعا اسمي صاحب الكتاب ما هو طفل عنده خمس سنين أبوه أدى الكتاب فلما راح الكتاب اسمه صاحب الكتاب إيه ما هو مش كتاب كده وخلاص أنا كان في بلدنا اسمه شيخ خبيس فأنا عايز صاحب اسم الكتاب يبقى إيه فجبته في الكتاب فحبي توصق كل المعلومات في قضيك وفي أقل الكلمات عشان ما تهش القضايا هو لما رجع بقى من الشام برحلة الشام فتعرف في اسكندرية على هذه الفتاة فحبها فكتب فيها الشعر ده يلي أوامك يعجبني ومن هنا بدأ بعد كده بقى كتب يزعل معها يكتب شعر تسيبه وتروح لواحد تاني يكتب شعر يكتب ويلحن حتى أنه مرة كتب أغنية اسمها جليلة موروكب كان يعني ده وصفها في اسكندرية دي كانت ترند اسكندرية بمصالح الأيام دي قالبت الدنيا هنا حتى دي كمان محمد يونس القاضي يقول إيه بقى في تصريحات متضربة ليه يعني يقول في تصريح مثلا سنة حاجة وخمسين في صباح الخير في الإزاع والتلفزيون حاجة كانت تسميها الإزاع الأول مش الإزاع والتلفزيون ثم يروح لآخر ساعة يقول حاجة تانية ثم يروح وهكذا فبقيتها جيب التصريحات الأهوة متضربة مرة يقول ده أنا قابلته في القاهرة ومرة يقول لا ده أنا قابلته في اسكندرية ومرة يقول قابلته على القاهرة في اسكندرية ومرة يقول قابلته في مسرح يعني كل التصريحات متضربة بما أن أنت أساسا ما فيش حقيقة فأنت بتقول حاجة وتنسيها هل كان السبب في ده أنه هو سيد درويش أول ما بدأ يكتب كان خايف يواجه الناس شوية في البداية بكتاباته فما كانش بيقول إن دي كتاباتي مثلا فده اللي طمع بعض الناس فيه أن هما ينسبوا كتاباته لنفسهم لا هو سيد درويش في التوقيت ده أساسا ما كانش يشغله حكاية الكتابة وده راجل في عالم تاني يعني هو كان بيكتب اللحن ويكتب الكلام ويلحر ويعمل ويعمل كل الكلام ده وهو الحكاية مش في دماغه أساسا فهو سيد درويش مكان وبعدين وقتها ما كانش في حكاية بقى أنه حد بيسجل أو يعمل الكلام ده كله ما كانش موجود فبالتالي هو ما كانش يشغله الموضوع أساسا اشتركوا في القناة